إزاي صاحب العمل أو الرائد الأعمال طريقته لازم تختلف أو إيه طريقة التركيز بتاعه في بداية البداية بتاعته ولسه بيبتدي ولأ إحنا مرحلة النمو بقى نحن بطير نكبر ويبقى بقى ابتدأ فيه تيم وشاب إيه لازم طريقتي في التفكير تختلف إيه الفرق بينهم وإيه طريقة المختلف يعني إيه طريقة تفكير مختلف في المرحلة دي بصد تعال نشوف المشكلة فين الأول المشكلة اللي بتحصل إيه المشكلة إن أنا كواحد بدير بيزنس أو أنا كرائد أعمال أو أنا كصاحب شركة خلاص أنا دايما مسحول في التفاصيل الخاصة بالبيزنس أنت راجل عندك ألف حاجة بتعملني في اليوم مئة ألف تاسك فده مع الوقت بيعمل حاجة كبيرة جدا بيخليني أنا كشخص مش قادر أطور من تفكيري مش قادر أطور من مهاراتي فنتحول طريقة إدارتي تتحول لإدارة أنا بسميها الإدارة بالفهلوة يعني إيه يعني أنا بدير بالخبرة بتاعتي باخد قراراتي بناء على رأينا وجهة نظري أنا دي أكبر كرسة بتحصل في الشركات إن أنا ببقى مركز مع الناس مش مركز مع نفسي ودي الحاجة اللي أنا مبسوط منها ما شاء الله من بيزنس بالعربي أنت عندكو برودكت اسمه قاف بوكس يعني بيركز على رائد العمل أو صاحب الشركة صح؟ هنا البوكس هي موجودة عندنا بيركز على يعني التركيز معاه على الشباب اللي بيبنوا مهارات مختلفة في مجال البزنس فبنديله فاونديشن قوية سواء بقى إحنا بدنانا بالسيلز مفروض هيبقى فيه ماركتينج براندينج إدارة ليدرشيب مانجمينت كلها بتديك فاونديشن قوية عن طريق بسيط ملخصات كتب معينة متخصصة بلس كورس فيديو بلس الملخصات الصوتية ومعاها الإنفوغرافس والحاجات دي كلها بسعر يعني للشباب بنعملها ليه اللي هو أديك أنا هديك تأسيس كويس قوي في الحاجات دي بسعر خفيف وتطبق على طول ممتاز هي دي الفكرة بقى يا أحمد الفكرة إن إيه إن أنا كرائد عمل أو كقائد أنا قدمت أنا بعلاق راب بكل بساطة ده اللي بيحصل إن أنا بإيد أو ديتد أنا مش شايف الدنيا راحة فين بدير يعني أقولك حاجة أنا لما بشتغل في الاستشارات أنا فيه ناس بتعتقد إن إحنا بناخد قرارات أو الحاجات الشغل بتاعنا مبني على خبرتي بس ده في حد ذاته ده كارسة ليه لأن أنا ما شفتش كل حاجة أنا معرفش كل حاجة أنا خبراتي محدودة صح فأنا ما ينفعش أستند على هذه الخبرات في كل الحلول اللي أنا بعملها طب ومن أنا بحل إزاي أنا بستخدم خبراتي أدي أدي جزء بستخدم اللي بنسميه evidence based management يعني العلوم الإدارية اللي تم إثباتها يعني عندنا مشكلة عملنا عليها بعض التجارب كأنك في معمل بالضبط وده بيحصل على فكرة case studies عندنا مشكلة بنخش مع شركات الشركات ببرة بيتعمل معاها تجربة إزاي نحل المشكلة دي فحاولنا نحل بخمس ست طرق اكتشفنا إن أفضل طريقة في حل هذه المشكلة الطريقة دي ده بنسميه evidence based management فهنا بنعتمد كمان على العلم علم الإدارة مش مجرد خبراتي أنا كعلاق فده جزء تاني بنعتمد على الcollaboration وعلى الnew trends اللي موجودة في السوق يعني دلوقتي في حلول بالتكنولوجي مش محتاجين نرجع تاني نقعد نحل 3-4 شهور عشان نحل مشكلة في حاجة أنا ممكن أعملها تكنولوجي معينة ممكن أستخدمها تحليلي عشر مشاكل فأنا قصدي ده بيجي منين ده بيجي لما حضرتك تكون كواحد بيدير ناس أنا حتى بتكلم على الإدارة الوسطى ميدل مانجر سوبرفايزر حراك لازم تتعلم إدارة البشر لازم تتعلم الطرق الحديثة في الإدارة لازم حراك لو صاحب شركة لازم تعلم الناس اللي عندك إزاي يديروا البشر إزاي يديروا الناس خد بالك إنت في جملة على طول بتقولها إيه هي بتاعت الـ It's always a people problem صح دايما مشكلة مشكلة بني أدمين مش مشكلة تكنيكل دايما دايما أصعب مشكلة هي إدارة البشر مش إدارة الآلات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر